هذا وبدأت دوحة تعيش حالة عزلة سياسية كبيرة نتيجة استمرارها بنهج دعم الجماعات المتطرفة والسهدافها أمن واستقرار دول المنطقة وبدأت تخسر ثقة حلفائها من الدول والأحزاب وذلك لكونها تستخدم نهج الجنباز السياسي على حد وصف عضو مجلس النواب الأمريكي عجلة الأزمة القطرية بدأت تسرع بخطواتها الجادة وبدأ النظام القطري يعي مدى الخطورة التي تحيط به من كل حدب وصوب ففي حال استمر بتعنته وتوجهات سياسته الخارجية الهدامة إلى أي نهاية ستأول الأمور وفي حال تراجعه عن مواقفه أي دولة أو حزب سيعود ليلدغ من الجحر مرة أخرى فمنذ أن بدأت الأزمة والجماعات والدول تتخلى عن نظام قطر شيئا فشيئا إلى أن بلغ بموجة الانسلاخ عن سياسة قطر أن تخلت عنها حماس وبدأت تعي إلى أين يجب عليها أن تتجه وأي طريق تسلك بعد وعورة الدوحة وخنادق النظام فيها وقد جسد ذلك تصريح رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الذي أوضح أن قطر لا تؤيد التقارب بين حماس ومصر وخصوصا فيما يتعلق بملف المصالحة التي حاولت بائسة إجهاضه بكل الطرق وربما لم يتعظ النظام في قطر بعد أن وقع في شر أعماله داخل أراضيه وانتهى كحقوق مواطنيه وأبناء جلدته وسحب جنسياتهم ونتج عنه حشود قبلية عربية كبيرة تهدد لحمة المجتمع القطري بأكمله بل بدأت الأصوات تخرج عن صمتها من أمريكا فقد وصف براد شيرمان عضو مجلس النواب الأمريكي مدى تخبط النظام القطري بلعب الجنباز السياسي على حد تعبيره وربما لو غيرت تسمية إلى جنباز الخيانة لا أصاب عين الحقيقة أكثر كبير كبير عمير الحقيقي إنه تحاول إقافة قطار أفريق metsاتج القطار تؤدي ايضا بلا بعض ناديا كولميش شرح يدفع الذين يريدون أن أفضل أفضل بين söyالما حت بإدلاء وماذا يأتي بإدلاء لأنه تشأتي بإدلاء بإدلاء الحقيقة بإدلاء وماذا المواطنة للجمع المفترضة وأيضا في مزيد من المختلفة لتحرق أن يساعد بها تحرق أفضل كلها هذا أحضر التواصل باستعامل قد يجب أن تلاحظه الناس لإعطاله بسهراجم لأنه يمتلك الأمراكس المعرفرة المتحدة ما لا تراه الدوحة حتى الآن هو ما تراه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بكل وضوح انتقالت النوعية وعملية دقيقة لغربلة السياسات التي تتبعها دول المنطقة بهدف الوصول إلى طموح واحد وهو محاربة الإرهاب ووضع السلاح وإعادة الأمور إلى نصابها رؤية ثاقبة ومواقف أقوى من أن تجعل من الأزمة القطرية أقصى الاهتمامات أمام الدول الأربع أو القوة الأكبر في المنطقة المملكة العربية السعودية فقد أكد وزير الخارجية السعودية عادل جبير أن قطر لم تعد تمثل أي قضية بالنسبة للمملكة العربية السعودية بل هي مجرد قضية صغيرة فلدى المملكة شؤون أخرى تهتم بها وتركز عليها وعلى قطر أن تنفذ المطالب لتخرج من أزمتها بأقل الضرر